السلام عليكم في هذه الحلقة سوف نتكلم عن ترشيد الماء في القطاع الفلاحي القطاع الفلاحي هو أكثر قطاع استهلاكاً للماء لا شيء في بلدنا في جميع دول العالم بلدنا الحمد لله تتعتمد على الفلاحة بشكل كبير وهذا شيء لماذا؟ خاصنا نفكره في طرق التي هي دكية لكي لا نستهلكوش بزاف ديال الماء في السقي وفي الرأي ديال الأراضي الفلاحية وبطبيعة الحال ما نتكلم عن طرق السقي فكين السقي ديال السطح وهنا خاصنا أولاً نسويوا الأرض ونحاولوا أننا نستغلوا ديالك الكيمية اللي غا نستعملوها في المساحة اللي عندنا ثانياً نقدو نستعملوا طريقة القوتاقوت القوتاقوت تتصلح لجميع الأراضي الفلاحية زيادة على هذا فتدخلنا أن نستغلوا الكمية القليلة ديال الماء ولكن اللي غا تنفع النباتات ومن المزايا ديالها الطريقة أننا نقدو نفرح تل ثمانين في الماء من هدك الماء اللي كنت يمشي في التبخور نقدو أيضاً نفكروا في لحة مستدامة في لحة اللي تكون موالمة المناخ ديالنا وموالمة الكميات ديال الماء ديالنا ونقدو أيضاً نفكروا في استراتيجية ديال المنتوجات اللي غا تولم طبيعة ديال المناخ ديالنا يعني ارتفاع درجات الحرارة وكذلك لإجهاد الماء اللي عدنا في بلادنا الفلاحة قطع مهم في بلادنا وتيساهم في الازدهار ديالها ولكن نردو البال قطرة قطرة الماء غا ديوتيق لال اشتركوا في القناة